زينستاذي بسألك شغلة ممكن يستفيدون من هالأشخاص اللي حبين يدرسون قانون أو اللي اختاروا دراسة القانون هل القانون جيد حق الكل ولا لازم يكون لأشخاص وأشخاص ثانية شو تحب تقول لهم بخصوص هذا المجال لأن أنا أحيانا أشوف فيه أشخاص يتهجون لهذا المجال لأن يعتبر مجال قوي يعني اليوم أنت تدرس طب أو تدرس قانون يعني أنت يالس أو هندسة حتى تدرس مجالات قوية هي الدراسة عموما يعني الدراسة بشكل عام الشخص اللي بيدرس لشيء شغف في نفسه يستطيع أن يحقق منقذ هذا هو القانون له شخصيات معينة طبعا أعظم العظماء درسوا قانون وأغلب العظماء درسوا قانون فلتير هذا فيلسوف فرنسي قال لو لم أكن محامي لتمنيت أن أكون محامي يا سلام يعني القانون بالنسبة لهم يعني كان هو شغف فمش أي واحي يستطيع أن درس القانون القانون يجب أن يكون شخص يعرف أنه فيه سمات معينة عشان يدرس أما دراسة من أجل الدراسة صعبة جدا لن يحقق شيء يعني أنا أشوف صراحة أستاذ فيه أشخاص بفعل درسوا القانون مشتهدين يمكن كانوا ولكن ما سووا شيء في هذا المجال يمكن فتح بزنس خاص أو سوى شيء ثاني أو حتى تتجهوا للأعلام هي محتاجة توفيق من رب العالمين دراسة ثم اجتهاد ثم توفيق أيضا إذا لم تجتهد دراسك ما توصلك في مكان ما تفيد يعني لا ما تفيد يجب أن تجتهد وتصبر وتحاول بعد ذلك يعني الفرق بين الجيد وعدم الجيد شيء بسيط جدا أنك أنت تكون شخص ملم نعم مثابر مشتهد الله يوفق لازم توفق من هذا الأمر ما تستسلم يمكن صحيح يعني في أشخاص يعني هذا الدرس نخدم منك عدم الاستسلام بصراحة يمكن درس نخدم منك أنا 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 سلكت في الرياضة في في التمثيل في شخبر الرياضة أنا ودي أعرف شو سويت في الرياضة أنا عفقت حب الرياضة متابع جيد الرياضة الحقيقة أنا يعني ما تقولي رياضي بصرف رياضي بمعنى الرياضة أني مارست أكثر من اللعبة شو مارست شو مارست شو مارست أنا طبعا لعبت كرة قدم زين في نادة الفجيرة ما شاء ولعبت تدرجت من المراحل السنية لفريق الأول ولعبت في كرة قدم لم بعد نفس العملية لم أكن من اللاعبين اللي هم يعني مبدعين بس كنت لعب جيد حلو لعب دراجات حصلت على بطولات في الدراجات مارست دراجة حصلت على بطولات فيها اللي تفوقت فيها السباحة سباحة كنت من أواء الناس اللي مارستوا لعبة سباحة في امارة الفجيرة وكنت كابتن منتخب الإمارات مثلت دولة الإمارات في أكثر من بطولة على مستوى الخليج العربي أو الوطن العربي شاركت فيها حصلت على بطولات كنت في أربع سنوات أنا بطل جامعة الإمارات في السباحة لعبت بعد ذلك في فريق كرة الماء كنت كبتن فريق كرة الماء في السباحة السباحة مريت فيها مواقف كثيرة بجانب القرة القدم والدراجات والسباحة لعبت الألعاب قوة أيضا مارست هذه الألعاب كلها في فترة وفترة لكنها أخذتني السباحة سباحة أكثر بعد ذلك بعد الاعتزال صرت أول حكم دولي في السباحة في دولة الإمارات لم يسبقني أحد في التحكيم الدولي وحصلت على الشارة الدولية في التحكيم ثم أيضا حصلت على الشارة الدولية في التحكيم الشطرنج ثم حكمت كرة قدم أيضا حصلت على التحكيم كرة القدم يعني أستاذي كل المجالات الرياضة مارست الإدارة بعد ذلك كنت عضو مجلس الإدارة في التحدي السباحة رئيس لجة الحكام في اتحاد سباحة ثم عظم الجيدارة في اتحاد شطرنج كنت نائب رئيس نادي الفجيرة لكرة القدم ووصلت إلى رئيس نادي الفجيرة رأس نادي الفجيرة في فترة من فترات نعم نائب رئيس نادي شطرنج ما كانت مجرد هواية لا 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 كنت عظم الجيدارة في نادي الكركيت يعني ما رأس كل الرياضة التي أنت ما تتصوريها وحاليا رياضة بيك هواية صارت الآن رياضة صارت هواية فقط لأمار السباحة ومارس المشي والجري فقط للرياضة لكن ابتعت عن مجال الإدارة لأنه خلاص تسلي أحكام بعد ونعطي مجال للشباب الآن ما شاء الله لهم شباب الآن أفضل مننا الآن هم أيضا أفضل مننا من يقود ونحن في فترة من فترات اشتغلنا في الإدارة صحية واشتغلنا في الرياضة لكن الآن هم أفضل مننا بكثير